الرجل محق اللعب قفة نجم إمبي واحد من الهدفين والمهاجمين الكويسين قوي كان تقريباً تقريباً يعني داخل مداخلة مع الزميل العزيز كريم رمزي في برنامجه وكريم كان سأله بخصوص اللعب تقريباً اللي انت نفسك تلعب جنبه في أوروبا مش عافية كلام من ده فالراجل قفة بتموحه اللعب تموح قال لي كان نفسك ألعب جنب إيرلين جالند نجم منشستر سيتي البعض خد التصريح ده بصخرية وده ممكن جداً من قبل الجمهور والبعض الآخر من الجماهير خد التصريح ده اللي لأه ما احنا عندنا محمد صلاح والنبني والناس كلها دلوقتي بتتمنى تلعب جنب صلاح نجوم العالم بعد ما صلاح يخلص أي مطش بيجروا عليها عشان كل واحد يتصابق عايز ياخد التيشرت بتاعه أو حتى ياخد معاه صورة هل احنا كنا نتوقع كده في يوم الأيام؟ لا بس حاصر إحنا لما كان عندنا ميدو في الدور الإنجليزي كنا قاعدين من نوعا نستنى مطشط ميدو في الدور الإنجليزي إيه؟ أياً كان بقى إحنا أهلوية زمن كويس نوعا نستنى ميدو يجيب جنب ونفرح ونزقط وكلام من ده لكن إحنا للوقتي عندنا محمد صلاح اللي هو الطبيعي بتاعه بيجيب الجوال فواحد عنده طموح اشتغل عليه ووصله لكن الغريب في الأمر أتقبل جداً أن الجمهور ممكن يصخر من تصريح هذا ممكن رغم أنه ليس مفهوم حيكون حتة الصخرية دلوقتي بعد ما شوفنا لعيب مصري نجم في أوروبا لكن غير مقبول أبداً من الحساب الرسمي لربطة الأندية المحترفة ياريت تعرضوا لي الصورة لما نزل صورة هلند بيتيشرت أمبي جنب أفا كنوع من أنواع الصخرية وأنا بالتحدي أهو لا كباريلي الصورة يا سر الله يبارك وقتالي هنا بعد إذنك يا عيشان إيه؟ أيوة كده بيقولك ربطة الأندية المصرية المحترفة ده صفحة موسطة معروفة للجميع دلوقتي هلند بعد تحقيق حلم قفة باللعب بجواره طيب هل ده أمر مقبول؟ هي على فكرة شالت هم بيقولولي كده الوقت يا ما عرفش بصراحة هي شالت لكن في كل أحوال مبدأ نفسه يعني ليه إحنا بنتكلم في إطار الصخرية من تصريح للاعب طموح مميز جداً وأحد هدافي الدور المصري زي قفة الرجل بيحلم يا جماعة المفروب نساعده مش نهبطه مش نتاري على تصريحه مش نروح جايبين له هولند هو لابيس تي شيرت هو هولند حاجة من ضرب الخيال يعني مستحيل لكن ليه ما حطتش ناساً أوفة بابا تي شيرت منشستر سيتي هسيتي هنقول إيه دي حاجة تشجعية دي حاجة تشجعية لللاعب لكن واضح من خلال الصورة دي السخرية من تصريح اللاعب هلا عاش عايز أعمل تفاعل والصفحة والجو ده أعمل كده للأسف الشديد للأسف الشديد السورة دي استوقفتني واستغربت جداً من حساب رسمي رابطة الأندية المحترفة إلا أنا بقدرهم جداً كمسؤولين في الربط طبع الناس محترمة وناس بتشتغل شغل كويس لكن ده بيبقى تصرف فاردي بالمناسبة ممكن من الأدمن بتاع الصفحة وممكن حد جات في دماغه الفكرة قالك عاملها عشان ريتش يعني ماخد مالك؟ لكن لا ده كلام غير مقبول وبتهبط معنويات لاعب بيحلم ونفسه إن هو يحقق حاجة كويسة وواخد أكيد صلاح بالنسبة له مثل كلاعب مصري بيواخد إنني كذلك ترزجيه حاجة زي الناس اللي اللي راحت في أوروبا ولاعبت في إنجلترا ولاعبت في أكبر الدورات في العالم إنه نفسه يبقى زيهم المفروض إحنا نشجعوا على كده مش نهبط ونعرض له سورية هولند جانبه هو بتيشرت إمبيا ما عليش يعني آآ للأسف للأسف سقطة من قبل الصفحة مش بكتعل مع الربطة نفسها الناس محترمة ما بتشتغل لكن في نفس الوقت لقطة ما كيتش آآ مقبولة آآ بالمرة